ترجمة نانسي قنقر ونواجهه اليوم من زيادة في أعداد الحالات يتطلب من الجميع أخذ التعليمات والإجراءات الاحترازية على محمل الجد من أجل رجوع للمعدلات الآمنة بإذن الله التزام واحتراز يؤديان لانخفاض الحالات القائمة والعودة إلى الحياة الطبيعية بعون من الله معادلة بسيطة في خضم الجائحة يعول فيها الفريق الوطني على المجتمع البحريني بمختلف مكوناته وأطيافه فالشراكة الإيجابية بين الطرفين لمسنا أثرها مسبقا خلال مواجهة أزمة جائحة كورونا كان تأكيد الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة رضو الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا على أن الضرورة في الوقت الحالي هي الالتزام بالتوجيهات والإجراءات الضرورية التي أعلن عنها الفريق الوطني والتي أهابت بكل فرد من أفراد المجتمع بالتحليم المسئولية المجتمعية تجاه وطنه وأهله وأفراد المجتمع اعتماد البحرين على لغة الأرقام يثبت ما قاله الدكتور مناف القحطاني حول التعامل بالشفافية عند الإعلان عن الحالات اليومية نحن لا نجمل الصور بالأرقام نستخدم الأرقام لنقل الحقيقة على أرض الواقع وعندناها أكثر من المرة هذه الأرقام تشكل بالنسبة لنا أرواح بشر وبالتالي فإنحن مستمرين في تقديم الفحوصات بأي طريقة ما للكشف عن الحالات القائمة ولرصدها لحماية لأرواح هؤلاء الأشخاص وبلغة الأرقام وبالواقع الذي جراه الفريق الوطني الطبي هما أسبوعان تشملهما القرارات التي تم الإعلان عنها مؤخرا في آخر مؤتمر صحفي للفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا إذن لماذا كانت هذه القرارات؟ بالعودة إلى العام 2020 وبالتحديد إلى فترة ما بين السابع عشر من سبتمبر إلى الرابع عشر من أكتوبر كانت البحرين تشهد ارتفاعا في عدد الحالات القائمة لكن وبعد التكاتف المجتمعي والالتزام بكافة القرارات والإجراءات شهدت البحرين انخفاضا بعدد الحالات القائمة بما نسبته 45% وهذا يدل على فاعلية الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أشرنا لها في معادلتنا البسيطة في البداية الثبات على موقفنا المساند لجهود الفريق الوطني يجب أن يلمس على أرض الواقع ولا يمكن لأي مواطن ومقيم أن يقدم هذا الإسناد إلا من خلال الالتزام التام بكافة القرارات المتعلقة بجائحة كورونا فسبيل الأمثل للوصول إلى معدلات الانتشار الآمنة هو بيدك أنت وبيدي لذلك واجب علينا أن لا نخيب أمل البحرين التي كانت ولا تزال تراهن على مستوى الوعي المجتمعي في التزام الأفراد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية اشتركوا في القناة